أبدأ من حيث انتهى تقريرنا أو الاستطلاع لأجراء زميل واثق هناك أصوات طالب تحويل المنطقة إلى ناحية لأين وصل هذا الأمر؟ تقديم الخدمات اللي هم حقيقة بات يتعثر بالتقاطعات الإدارية فمنطقة معينة مثلا تتبع إداريا لقضاء معين لكن خدميا تتبع إلى قضاء آخر هذا التعثر و هذا التخبط الأداري أثر كثيرا على الخدمات المقدمة التي هي أساسا حتى في المناطق اللي تابع لبلدية معينة أو لقضاء معين أو لبلديات حدود بلديات معينة أساسا متعثرة فكيف إذا تقع هذه المناطق خارج حدود ثلاث بلديات كما ذكرتم وذكرت في التقرير في وقت سابق اللي أريد أن نوه إلى جنابكم الكريم أنه هذا الملف أساسا إحنا عملنا به في فترات سابقة والملف كامل يحتاج فقط إلى قرار من الحكومة المركزية في بغداد نحن ناشد من خلالكم الجهات المختصة للأخذ بنظر الاعتبار نظر بعين الاعتبار لهذا الموضوع الحساس والدقيق جدا في هذه الفترة الحارجة في ظل تزايد أعداد السكان في ظل تزايد المزيد من الترديل الخدمات نحن نأمل بأخوتنا في الحكومة المركزية اللي أخذ بنظر الاعتبار لهذا الموضوع على عين الجدية